دونيا شرايبي أخي السائية بتحيح النطق والكلام بمدينة الدار البيضاء أخطفوني تكادر دو سنتيه بمدينة الدار البيضاء اليوم سنظروا له موضوع جدا مهم والدي باقي ما تهدرش والدي عنده مشاكل في النطق ومشاكل في الهضرة باقي ما يقدش يخرج الكلمات ياله اللولى كيف سنتعملوا معه في لقيتها لرمضان والديك ما تعطيش كل شيء محتوى تقدامه باش قد يطلب منك شي حاجة باش يطلب يدير واحد لا دومان واحد الرغبة بغيت شباكية بعدها سنعرفوا ما هو اللانغاش ما هو الكلام اللي هيكون مناسب في هذه الوضعيات الرمضان الحريرات، تمار، شباكية، شريحة اي حاجة نقدمها لوحداه ونحاول نقول معه اي حاجة وكل حاجة هنسميها ما هنسميها جو فاعله بوانتاج كل حاجة هادا تمار، هادا شباكية، هادا سلو باش اموا ما هنكونوا كنتحاوروا معاه ما هنكونوا عيني فعيني تنقب نهضر معاه كان قد نوصل لواحد الميساج باش يفهمني حيث ولا بودا الولي الجانامي كانت تحاولوا معاه يفهمني باش قد يجاوبني على ذلك الشي اللي كنسأله اعطيني باركزامبل التمر يفهم شنو يعطيني، شنو يا هاك يفهم بعدا اللي مؤزوال، الكلمات الاعتيادية اللي كنهضروا بها في الحياة اليومية دينا، وهكذا بانسوع ولا بودا الى كانش مشاكل خسنا نشوفوا اخصائي تحيح نطق والكلام ولكن باش نعاونوا الابا والامهات في هادلوقيته درمدان خسنا ولا بودا نعطيه الوقت الكافي لوليدات دينا نعطيه هم الوقتهم نشوفوا فيهم، نعطيه هم الحقهم باش يقدوا يتعلموا منا حيث الى ما كانش واحد لاستمول忙 الى ما كانش واحد الهضراط يعطيه يفضل؟ كيفش هاد الوليد هي development؟ كيف هيطور المهارات الكلامية واللغوية جالو اذا كان الوليد معرض الشاشات؟ اذا هنا ما كانش واحد الانتراكسون ما كانش واحد تواصل بصري ما كانش واحد تقليل الى الوليد تقلد نشنو كان يروف الحياة اليومية تقلدنا في الهضراط الجنة هذا شيء جد جد مهم وهذا شيء يجبون الالبعال فالوليدة اللي باقي ما تيهدروش ولا بده يقلدوك ولا بده نشوفو فيهم باش نهدروا معاهم ولا بده لما كانوش معنوش الكلمات الاولى نعطيه ديمة الاختيار بغيتي بنانا ولا تفاحة باش نسهل عليها المأمورية باش يقد يكتاسب واحد الكلمات وهو باقي ما تعرفوش ولكن اليوم غدا اليوم غدا تاوالابودة الوليد هيكون عندو واحد الفوكابولاخ واحد رصيد اللغاوي ولا بده الله يخليكم اي حاجة درتيوها سميوها اي حاجة وخا تكونوا غير كتاكلوا كان ناكل باش بالمعلقة بالفورشيطة كان شرب الحريرة ماشي بعدما تناكل الماء كان شرب اي حاجة سميوها را الوليد ولا بده راكي ابصغ بي وكيسمع ذاك شي وكي قد يستوكي فراسو لك هنا ولا بده يجي واحد لوقيتها اللي هي قد تبقى الواحد اكسبلوزون جلونجاش ولا بده هي قد يعبر على ذاك شي كله اللي يبغى وهنا هتكون الامر ان شاء الله ماشي مزيان تبارك الله عليكم ونهاركم بروق كي يصلكم كل جديد وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك